بسم الله الرحمن الرحيم بعد أن تعرفنا في الدرسين الماضيين على كيفية إنشاء صفحة العنوان وكذلك إنشاء هدر أو فوتر للصفحة سوف نتعرف في هذا الدرس على كيفية إنشاء الفهارس المختلفة فهرس المحتويات فهرس الصور فهرس الجداول وكذلك إنشاء صفحة الملخص وكذلك صفحة الشكر والعرفان نبدأ أولا بإنشاء جدول المحتويات لإنشاء جدول المحتويات نقوم بكل بساطة بكتابة الأمر Table of Contents في المكان الذي نريد إدراج جدول المحتوى فيه تلاحظون قام بإدراج جدول المحتوى في هذا المكان بعد النص مباشرة تلاحظون قام بتطبيق الترقيم بشكل صحيح لكن لم يطهي التنسيق الذي قمنا بإنشاءه سبب ذلك أنه نحتاج إلى تعريف أمر معين هنا هو الأمر نكتب Fancy Page Style ثم Plane ومن ثم نكتب Page Style ونختار Fancy Fancy هو ما سوف يقوم بتطبيق التنسيق الذي قمنا بإنشاءه نضغط على Recompile تلاحظون قام بتطبيق التنسيق بنجاح في حالتي لا أريد كتابة First Document لذا سأقوم بإزالتها أضغط على Recompile تلاحظون قام بإزالتها أيضا أريد أن يكون جدول المحتويات هو الصفحة الأولى لذا سأقوم بمسح هذا النص بهذا الشكل تلاحظون كتاب Contents بشكل صحيح وقام أيضا بتطبيق الستايل الذي قمنا بإنشاءه في حالة الرغبة بتغيير كلمة Contents إلى Table of Contents ومن المستحسن وضع مسافة هنا وأقوم بعمل Recompile تلاحظون قام بكتاب Table of Contents وكذلك تطبق التنسيق بشكل صحيح الآن بإمكاننا أن نقوم بكتابة المستند كما نريد فعلى سبيل المثال أريد إدراج Section وسوف يقوم مباشرة بملء هذا الجدول فأريد مثلا أن نسميه Introduction وأضغط على Compiling تلاحظون قام بكتابة Introduction هنا لكن وضع الsection الجديد في هذا المكان هذا شيء غير صحيح ولوضعه في صفحة التالية فقضعهم كتابة الأمر New Page تلاحظون انتقل إلى الصفحة الجديد وأيضا أعطاها نفس الترقيم طبعا هنا تلاحظون بأنه يقوم بترقيم Section الجديد برقم 0.1 سبب ذلك أنه لا يوجد أي فصل جديد هذا هو الفصل الأول عفوا هذا هو أول قسم لهذا المستند لذلك أعطيت الترقيم 0 عند إدراج مثلا فصل جديد سوف يقطيه الترقيم 1.1 وذلك بأنه يعني بأن الفصل رقم 1 ومن ثم Section يكون رقم 1.1 وهذا على حسب طريقة عمل البرنامج التي قام المطورم بتصميمه عليها طبعا ندراج فصل جديد فقط نكتب الأمر Chapter ومن ثم نكتب هنا اسم الفصل الذي نريد وأيضا نسميه Introduction أضغط على Recompile لوريكم النتيجة تلاحظون أدراج أيضا Introduction هنا ترقيمها وأيضا وضع Introduction أيضا ترقيمها طبعا تلاحظون بأنه قام بالفصل سبب ذلك أنه يوجد أمر نيوباج لذا الآن بإمكاننا أن نقوم بمسحة أيضا تلاحظون الترقيم كان صحيح الآن بهذا الشكل صار المستند طبعا في ناحية تنسيق الفصول لا نحتاج القيام بأي تنسيق لها سوف يقوم البرنامج بأشطة بتنسيقها بحسب ما يراه مناسبا الآن بإمكاننا أن نكمل المستند كما نريد تلاحظون هنا المسافة جدا ضيقة بإمكاننا أن نزيدها عن طريق استخدام الأمر Begin Double Space أضعه هنا ومن ثم أيضا نكمل بالأمر End Double Space ليقوم بزيادة المسافة في هذا الشكل أيضا تلاحظون بوجود مشكلة هنا الفصل الأول ليس قبله كلمة الفصل الأول أي هي Chapter ونريد أن يكون هنا Chapter 1 هي غير موجودة للافتها نحتاج فقط إلى تعريف هذه الأكواد Title Contents Chapter ومن ثم الأمر هذا الأمر الذي حقيقة لا أعرف قراءته ومن ثم نقوم بتعريف جميع الأكواد هذه هذا الأكواد تطلب منا تعريف بكيش تسمى Title ToC هذه الأكواد حقيقة قمت بالبحث عنها على الإنترنت لذا لا أفهم طريقة عملها بشكل صحيح 100% طبعا تلاحظون قام بإدراج الفصل الأول بشكل صحيح الآن لإدراج فهرص الصور نقوم بنفس الطريقة التي قمنا لإدراج جدول المحتويات فقط كل ما علينا أن نقوم به هو كتابة نفس الأمر ثم وضع list of figures ومن ثم تعريف الاسم أيضا أضعه هنا ومن ثم أضع هذا الأمر list of figures الآن نزيل هذا الأمر هناك أوامر قد تكون أضفتها عن طريق الخطأ تلاحظون أيضا وضع list of figures لإدراج list of figures من ضمن جدول المحتويات نحتاج إلى تعريف هذا الأمر Add Contents Line ثم كتابة TOC بمعنى أريد أن يكون في جدول المحتويات أريد أن يأخذ التنسيق Chapter أن يكون مثل كلمة Chapter هنا وأن يكون الاسم list of figures فقط أقوم بوضعه هنا أو بإمكان أن نضعه هنا ممكن أن نضعه هنا في الأعلى أو هنا لكن يفضل وضعه هنا في الأسفل وضعه هنا لأريكم النتيجة تلاحظون قامت بوضعه بشكل صحيح وفي المكان الصحيح list of figures هنا ثم شابتر 1 ومن ثم القسم الأول اللي هو Introduction أيضا في حال الرغبة بإدراج فهرص الجداول أيضا نقوم بنفس الأمر بتعريف الامر Reunion Command ومن ثم list of tables ومن ثم كتابة Add Contents Line TOC Chapter List of tables بهذا الشكل وأضغط على Recompile ليريكم النتيجة تلاحظون قام بتطبيق هذا الأرعاب هنا تكرار للأمر إذا تلاحظون أنه مكتوب مرتان فسأقوم بمسح هذا الأمر واضغط على Recompile ليريكم النتيجة تلاحظون list of figures list of tables ثم الشابتر الأول بهذا الشكل قام بتطبيق بنجاح الآن في حالة الرغبة بإدراج صفحة الشكر والإرفان أقوم بتعريفها ما الآن بإمكان بعد الانتهاء من طبعا قمت بمسح الشبط الفصل الجديد وكذلك السكشن الجديد الذي قمنا بشيء قبل قليل ليريكم كيفية إنشاء صفحة الشكر والإرفان طبعا تلاحظون هنا اختفت اختفى فصل أول الآن أنا أريد إنشاء أريد إنشاء صفحة الشكر والإرفان يمكن إنشاءه عن طريق كتابة أيضا كتابة أول نيو بيج وذلك تجنبا لأن أقوم بدراجها من ضمن جدو المحتويات طبعا لا يظهر تأثير لأنه لا يوجد أي نص هنا أنا أقوم الآن كتابة سكشن ومن ثم كتابة أقوم الآن كتابة أقوم الآن كتابة مينت لستمتكدا من كتابتها هنا أيضا من الأشياء الجيدة أنه يعطيك أحيانا تصحيح إملائي تلاحظون قامت تطبيقها هنا لكن لا أريد لها أن يكون لها أي ترقيم لزارة الترقيم نضع علامة نجمة طبعا قام بدراجها هنا لزارة الترقيم نضع علامة نجمة ليختفي الرقم يختفي الرقم ألا بإمكان كتابة النص الذي نريد ليوريكم المثال هنا جدو الجدال فغرس الجدول هذه الأكرونجمنت نريد تطبيقها بهذا التنسيق فقط أقوم الآن بنسخ هذا النص وأقوم بلسقه هنا وأضغط على عليكم بال ليوريكم النتيجة تلاحظون قام بتطبيقها بنجاح وبشكل جدا ممتاز في حال الرغبة بالاحتفاظ بهذا التنسيق بإمكانك تركه كما هو أما في الحال الرغبة بتغييره بهذا الشكل تابع معي الطريقة هنا أقوم الآن بوضع أمر VSpace نجمة ومن ثم كتابة بقم اللي ديوريت سبعة ونصف سنتيمتر تلاحظون وضعه هنا طبعا الفرق بين الأمر VSpace الذي تعرفنا عليه سابقا وبين هذا الأمر حقيقة لستم متكدين ما هو الفرق ولكن هنا لم ينجح إلا واب نجمة ربما مع الأقسام المستند في حال Section وما يشبهه يجب أوضع VSpace نجمة لعمل توسيط لكلمة Acknowledgement فقط كل ما علينا قيم به هو كتابة الأمر Centering ومن ثم أوسيط وأضغط على Recompile لوريكم النتيجة في هذا الشكل طبعا تلاحظون أنها اختفت من جدول المحتويات ولإدراجها في جدول المحتويات يجب إضافة هذا السطر Add Contents Line ومن ثم كتابة TOC ومن ثم كتابة التنسيق الخاص بها فأريد إدراجها على التنسيق Section فأقوم كتابة Section هنا ومن ثم كتابة ما هو الشيء الذي أريد إدراجه في جدول المحتويات وهو ومن ثم كتابة لوريكم النتيجة طبعا نعود هنا تلاحظون قام بإدراجها بشكل ممتاز أيضا هنا لا تلاحظون أي اختلاف وسبب ذلك أنه لم نقوم هنا بأي تغيير فقد قمنا في هذا الأمر بإدراجها في جدول المحتويات بهذا الشكل سبب هذه الطريقة قد تقوم معقدة قليلا لأنه لا يقوم بإدراج الفصول عندما يكون هنا نجمة أمامها قمت بفقط وضع نجمة لزالة الترقين الخاص بالسكشن ولكن اضطررت لإدراج هذا الأمر لإدراجها في جدول المحتويات الآن بإمكاننا أيضا كتابة new page مجددا وننسخ نفس الأوامر السابقة ولكن فقط نقوم بتغيير acknowledgement إلى abstract أو ما يعني صفحة الملخص نقوم بكتابة abstract أيضا نضع هنا abstract ومن ثم أقوم بلص نسخ الكلام الذي أريد وضعه هنا وأقوم باللصق ومن ثم أضغط على recompile ليريكم النتيجة تلاحظون قام بإدراجها هنا بهذا الشكل نعود إلى المثال هنا list of figures ومن ثم list of tables ثم acknowledgement ومن ثم abstract ومن ثم سوف نقوم في الدرس القادم بإدراج الفصل الأول بهذا الشكل الآن قمنا بإنشاء الصفحات المطلوبة بإمكاننا التأكد من التدقيق الملاي واللغوي هنا طبعا تلاحظون وجود بعض الشرطات سبب ذلك بأن برنامجتك هو يقوم بإدراجها بشكل تلقائي لكن سبب وجودها في هذا النص أنني قمت من أسخها من هذا المستعد وإلى هنا نكم وصلنا لنهاية هذا الدرس سبحانك الله محمد فأشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر